اشتركوا في القناة 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 قد نزينها بش مبغيت من بعد ما دلقت العجينة ديالي ماشي دلقت تشيدلك صراحة غيمة جمعات ليا غن ديرها ترتاح واحد شوية وغادي ندوز ان شاء الله نصيب الحشوة ديالي كيف ما كتشوفو انا يجي هنا يمقطع كل شي واجد ديرها في المقلحة كان طيب طيبة وحدة بلا ما نبقى بلا ما نبقى عاد كان طيب كل حاجة بوحدها غنزيد عليا نعطى الوقت ونزيد فروينا قدرت هنا يجوش بصلات مشلدين ماتايشة منقية ومحيدة لها الزريعة وتاهية مشلدة الفلفلة بالالوان كين الخضر وكين الحمر تقدروز الدوتا الارانج الى عندكم لكن عندكم غير الخضر اختي ماشي مشكين تقريبه شما كان عندي تما صدر ديالبيبي مقطع تهوة تقريبها ماشي الله تهوة مقطع صغر تقدري تدير الكفتة تقدري تدير الطون تقدري تدير اللي متوفر عندك في الدار ماشي ضروري تكلفي على راسك العطرية تبقى اختيارية تقدروا تديره على البزارة والملحة تقدروا تديروا العطرية كاملة انا كندير سكنج بير وكندير الخرق ومعرق كندير الفلفلة حمراء هي التحميرة هاد رمضان هادا صبح الله وقيت كنبعد على التومة ما عرفت على شو انا من عشاق التومة في الطياب الملحة احتى هيدا تبقى اختيارية لا تكتروش الملحة بزاف حيت اشرا غادي نديروا الفخوماج ونديروا الزيتون صافي هنا ايا غادي ندير واحد القياس دي ثلاثة دي معالق دي الزيت وغادي نديرها ان شاء الله فوق البوطاط طيب طيبة وحدة وديك ساعة غادي ندوز معاكم كيفاش غادي نقطع العجينة هنا انا شديت العجينة سريحتها كامل بحلى شكل دي الحربول بحلى غادي ندير الفقاس وبقيت كنقطعها بالموس حادى نشكلها انايا ما بغيت شالبنات نديرها باااااا بيدي باش مجينيش من فخ بالزاف اتطريت اناني استاعين بدلاك دكشي عيش ما غاديش جيني لفوق من اللي بغيت ولكن غادي نحاول نقعدها معايا انا كل شي ممكن واهم ديري لفوق من اللي بغيت غير هي هاد الافورم هادي ما كتتنفخش بالزاف عانتم ما غادشوفوها فاش غادي الطابك فاش غادي جي وحاولت اناني نديرها بدلاك باش مجينيش من فخه و اصلا مدرتهاش مطولش لي هالوقت بديت كنوجدها حتى المعربع مع الربع هاد بديت كنوجد العجينة والحشوة وكل شي وجدته وطابت ليها مع المغرب صراحة طابت زوينة دفع غدي نشارك معكم عاصر انا صراحة ما عارفش سميت هاد الفاكية مسميها بالبتيخ ولا السويلة قولها السويلة ولا البتيخ اللي جاتني في مكان تلقى عليها ولكن ما عارفش شنو سميتها الحقيقية إلا كنتو كتعرفوا سميتها خليوا ليها في كومنتيخ مهمة دا وش كل ديال هالبنات هو هذا كيف ما كتشوفو بتيخ ولا سويلة ولا ما نعرف شنو سميتها نقطعها طريفات صغر نزيد عليها جوج معالق او لا ثلاثة ديال سانيدة انا عندي تم غير جوج معالق على الحسب تقدر تكون حلوة تقدر إلا ما كانت حلو وراها الاسطيلة سانيدة غدي تولي حلوة أكتر هنا هاد ضانون هادا ديال الخوخ غدي نزيد عليها ضانون ديال الخوخ تقدروا تزيدو تساي شاسي تحتى شساشي ديال الفاني مهمة ختي ما تضيت على هادرتي رافش كان فطر كي تقلبوا لي لموارا فكبقاش عاقل على هادرتي بقادة زدت عليها واحد الربعات ديال ديال الشينات او الليمون عصرتو كيف ما شفتو طحن تكون شي في الميكسور ووجات عليها تشكل هادا جات خاطرة تقدروا تديروها جارية صراحة انا جربتها جارية جارية كتجي حسن من خاطرة صافي كندي عليها تشكل هادا وغندي عليها تبردين ان شاء الله صافي الحشوة ديالي من بعد ما طابت زدت عليها شوية ديال الخوماج حمر هانتوما البنات شوفي كيفاش درت ليه انا يا انا كن حاول خليتها تخمر واحد شوية دونك حاولت نبرك عليها شوية بسباعي وغادي ندير الحشوة الحشوة فاش تديروها حاولوا تضغطوا عليها اما بشي معلقة بشي معلقة كيفين الحشوة في العجينة باش مشي من اللي الطيب تكون مفروقة العجينة على الحشوة يكونوا شادة فيها بحال الطياب ديال بيزا ديال اي فطائر مهم فاش تديرو الحشوة اتضغطوا عليها شوية بالمعلقة اتضغطوا على الحشوة ايوهنا يخت فاش ثاليت الحشوة درتها على العجينة ديالي مهم كيفما قلت لكم اضغطوه شوية بالمعلقة باش الحشوة ما تجيكمش فالتة على العجينة درت لها شوية ديال الزعتر كيبقى الزعتر والفخوماج اختياري انا زيت هنا شوية ديال موزاري لحيط الحشوة درت فيها الفخوماج حمل هذين ندخلهم يطيبوه في الفران وديك ساعة نرجع معاكم شوفوا الشكل صافي من بعد ما بردت كتخرج على هات الشكل هذا صراحة ما عدبت شراصي معها في الدزين دزين كنخليه لكم كيبقى اختياري ديروا في الدزين اللي بغيتو انا هنزلت عليها واحد شوية ديال لاصوس الشوكولات تقدروا تديروها تقدروا لها انا هنزلت عليها بلوش ديال الكويسات الربعة الاخرى اللي مادرتش فيهم الاحساب يقدروا يقدروا الناس اللي معايا في الدار بمالين دارنا يقدروا ميبغوش يأكلوها عادي موهمتو مكت اختياري تزين عندكم اختياري جربوا هركت جوزوينة بحال ضانون ضانون ديال الفريس كيجي كرامي وزوين بزاف وسانيدة ديروها حيش انا درجوش معالق جات شوية نقصة من الحلاوي حيش مالين دار ما كيكلوش سكر بزاف ودابة من بعد ما خرجوا الفطائر ديالي من الفران صراحة كيجي والبنات كيشي هي وانتم كيف ما كتشوفوا المنظر ديرهم زوين والمادق ديالهم ولا ارواع كيجي وارطيط بين غزالين بمعنى الكلمة انا بعدها عجبوني وماشي اول مرة هنديرهم وماشي اول مرة ما غمقاش زع ما اخر مرة هنديرهم ديما همقا نديرهم ونعاود سوف يدي الطبيلة ديالنا ديال الفطار كيف ما كتشوفوا عنا شوية ديال سلادة سلادة اللي دي ما كننشاركها معاكم هنا يا حاضرة تحلي ديالي بقوة في طبلة ديال الفطار ولكن انا خليتها للصحور ديالي مخاحتة في الفطار ما كليتاش خليتها للصحور هادو الفطار شوفوا المنظر ديال مكي كيجي في الطبلة كيجي غزال وكيجي وتقدروا لطيروهم توما صغارين على الشكل ديالكم كيف ما بغيتو هانتوما كيجي وماشي من فوقين بززاف هاد شي راجع لانني انا ضغطهم وسرحتهم بدلك باش ميجيونيش من فوقين صافي كينا شوية ديال شبكية شوية ديال تمردك شي ديال طبلة ديال رمضان كينا شوية ديال شطون هاد الحوثة ديال اسمشو شطون شوية ديال شلادة ديال المقلاة وشوية ديال شلادة مسلوقة العصر اللي شاركت معاكم ها هو ها هو كيجي تا هو كيجي زوين شكلا ومضمونا كنتمنى يجبكم هاد الفيديو ديال اليوم اذا عجبتكم الفيديو ديال اليوم بختجوها مع اصحابكم وخليوا ليجيم او كومنتر يلا بسلام عليكم ونتلقوا ان شاء الله في فيديو جديدة تهلا براسكم شكرا 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 شكرا